مشروع هذا لا ينتج نهائياً نفايات ويثمن نفايات في شكل قوالب اللي نجم حلو بها مشاكل السكن ترك التدريس الجامعية ليحول مخلفات عمرها عشرين عاماً إلى مواد بناء بين يديه يحمل الدكتور الجامعي التونسي عبد الملك غنام مخلفات التربة وهي نفايات متراكمة من المناجم المغلقة ومن خلال عملية إعادة التدوير استطاع غنام أن يحول هذه المخلفات إلى طوب يستعمل في البناء صديق للبيئة بعد خلط المواد الأولية تجي خلط الضغط في هذه الآلة اللي تصبح من خلالها القوالب جاهزة يمكن تخزينها لمدة أسبوع وبعد تصبح جاهزة الاختلاف على الأفران لا تمر إلى الأفران وإنما تكون بالضغط فقط ويمكن أن تلاحظوا أنها متماسكة من اليوم الأول توفر عملية البناء بالطوب الترابي ما يصل إلى خمسين في المئة من التكاليف وتسرع من عملية البناء بعدما أصبحت القوالب جاهزة للبناء يمكن تثبيتها في الجدران بدون اعتماد مادة الإسمنت هكذا بهذه الطريقة ويمكن تثبيتها بدون اعتماد مواد مثل الأعمدة الخرسانية فهنا يتم الضغط على الكلفة بنسبة تصل إلى خمسين في المئة تقريبا واجه غنام العديد من الصعوبات في البداية إذ تردد المهندسون باستخدام طوب التربة لكن مبيعاته تنمو بنسبة خمسة وعشرين في المئة كل عام منذ عام 2010 وقدمت شركته خدمات لأكثر من ستمائة عامل حتى الآن ونعتقد أن السكن الإيكولوجي هو خيار استراتيجي وهو اللي بشيعم مستقبلا ليش؟ لأن العالم يعيش على وقع أزمات الطاقة المتعددة يعيش على أزمات التغيرات المناخية وهنا نرى بيتا مبنيا بشكل كامل من الطوب الذي يصنعه غنام شكرا